في إطار التنسيقي أعطى مهلة طويلة للمكون بين يختار شخصية و شخصيتين الآن احتمال يكون رأي آخر اللي هو؟ اللي هو يجب على المكون السني أن يكون عملية توافق داخلية في داخل مكون لاختيار شخصية واحدة تصدر إلى قبة البرلمان للتصويت عنها هذا الموضوع الإطار ما أخذ بجدية ليش؟ لأنه يعتبر الآن هو المحوى الرئيسي لعملية السياسية وأي عملية نقص سياسية في التالي ترجع عليه سلبا والإطار التنسيقي لا يريد أن يكون هالك أي مثل هو ممكن أن يكون هناك مرشح واحد داخل البيت السني في ظل هذا الانقسام الحاد سيد خريب يعني المكون السني حتى إذا وصل إلى مستوى التناحر والضرب بالأيدي والموبايلات يوصل إلى اتفاق نحن نعلم بأنه هناك ضغوطات على الأخوان في السياسة في المكون السني ضغوطات داخلية ضغوطات داخلية من يقود وأيضا ضغوطات خارجية هذا فقط البيت السني تعرض لضغوطات خارجية؟ يعني أسأل كثيرا ندره عن طريق النظام السياسي وعن طريق النظام الإعلامي لا أقصد فقط البيت السني تعرض لضغوط خارجي؟ المشكلة هو يمة مو يمة المشكلة يمة يجب أن تكون هناك لحمة حقيقية في داخل المكون إذن هناك عملية ضغوط خارجية وداخلية علي أن يكون هناك تنسيق وتصدير شخصية واحدة بعد الذي جرى يعني هي المشكلة الآن أستاذ علي فقط في مسألة عدم وجود مرشح واحد كل القصة تتلخص في أن يكون هناك مرشح؟ لا ليس أغلب مرشح شوف التقدم الموضوع الآن بيد القوة للسياسية الشيعية والكردية الشيعية والكردية تعطيك تقول لك أنا اليوم رشيح لشخصية واحدة لا ليس مشكلة لأن صار اليوم أمس عندما رشحت أكثر من شخصية ذهبت قسم باطلة وثلاثة الجبار تمام والمية وثمان 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 هو هذا الباطل يناور لأشياء الأوراق الباطلة للمناور صح الآن أصبح احتمال يكون هناك الزام من الإطار التنسيقي بمكون السني بصورة عامة وفي أي قاعدة يكون هناك الزام؟ أولاً قاعدة سياسية دستورية أولاً عدم وجود تلاف حقيقي أو توافق حقيقي في داخل المكون هذا يعطي فسحة للمكون أن يكون في داخل اتلاف واحد أو توافق واحد يعني رؤية واحدة حتى لا تكون مناحرة أخرى فهذا يصبح لزام عليهم أن يصدرون شخصي حتى لا تكون أكثر مشكلة في داخل المكون اثنين الإطار التنسيق يخلي مسؤوليته الآن في الإعلام نقول الإطار هو صاحب الرأي وصاحب القول الفصل وصاحب جوز حتى المشكلة الآن الإطار التنسيق يخلي نفس المشكلة بأنه اليوم أنتم يا مكون سني إلى هذه اللحظة لم تنجحوا في عملية التفاهم ما بين الصدارة واستقرار وحزم وعزم وكل المسميات المحترمة فالآن أصبح عليكم لزام وخلال فترة مثل ما طوم قبل فترة طوم أسبوع قالوا خلال أسبوع يجب أن تحزموا الأمر وفعلاً ناس قدموا وماكو شكال في ذلك